عندك كتير قوى عليها اللي قلتو بس يعني لا 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 ده حقك علينا عايزة روح مع حضرتك من الشرقية للدفعة الذهبية ممكن تختصر المسافة دي في ايه؟ في كوبون كوبون التنسيق سنة 82 وأنا أخذ السنوات العامة وكنت الحمد لله يا أبو عامين ربنا ما فقني التفوق شديد فكان قدامي أي كلية أنا كنت أدب يعني فذات ليلة كنت رايح تاني يوم الصبح أقدم في التنسيق فكنت كاتب في الرغبة الأولى اللي كانت هتيجي أكيد ألسن لأن أنا كنت عايزة أشتغل في الميديا أو في الصحافة لكن كنت عايزة أمتلك لغة وبعدين أخويا محسن الجلاد الكبير اللي هو يعتبر أبويا السيناريست المعروف وكاتب السيناريو المعروف هو الأقنعني اللي قلت لي لا أكتب إعلام مباشرة قلت له طبعا أنا ممكن أخذ ألسن عشان اللغة والكلام لفة طويلة شوية فأقنعني فدخلت كلية الإعلام وأنا مؤمن بحاجة واحدة مهمة قوي أنه أكيد لو أخلصت للمهنة دي من وانا صغير يعني وزي ما كنت بدع يا رب أكون واحد من أفضل الصحفيين في مصر من أفضل الصحفيين مش من أغنى الصحفيين ولا من أغنى الناس أن ربنا وفقني على في حاجة واحدة بس مهمة جدا أن أنا حافظ شوية على اسمي فدخلت الدفعة دي دفعة اللي اتخرجت 86 دي سموها الدفعة الزهبية وهي تستحق ذلك معرأة لغاية دلوقتي على فكرة احنا بنبحث كتير ما الذي دفع بدفعة 6 وتمينها تكون على قمة كلية الإعلام جامعة القاهرة كلية الأمة على مستوالوات العربي حتى هذه اللحظة حدش عارف مجموعة طلبة جايين كلهم من المحافظات والأرياف ومن أسوال حتى السلوم اجتمعوا في ضفعة واحدة تقريباً كنا حاجة وتمينين واحد بقسم صحافة لما يطلع منهم 25-30 واحد كلهم مميزين أو أسماء كبيرة أو كلام ده وكده حتى أحياناً كده بنقعد نهزر مع بعض لما بنلتقي يعني بنقوله إيه اللي حصر حتى أعرف يعني كان كل دفعة كده في إعلام يطلع اثنين ثلاثة حاجة زي كده لكن بهذه الكثافة في أعتقد أنه الدفعة دي كانت ربما تكون قدرية أن المجموعة دي كلية تتجمع في دفعة واحدة كان مين الأقرب لحضرتك في الدفعة وهل ما زال هو الأقرب لحد دلوقتي؟ كتير إحنا أصدقاء من جداً وإخوات لأنه الكتب علينا برضو إن إحنا كتير مننا نقعد في مبنى واحد في المدينة الجامعية في جامعة القاهرة كان شهير جداً سموه ابنة تسعة آآ وبعد كده دخلنا الجيش مع بعض يعني لما التحقنا بالجيش السلاحة الشؤون المعنوية عشان إحنا أعلام كنا مع بعض كتير طبعاً يعني عمر أديب آآ كان دايما نجيب لنا عشان هو قاهري ابن الأستاذ عبد الحية أديب طبعاً الكاتب والسيناريستيك كبير جداً والنجم الكبير وأخو عماد أديب طبعاً لكنا كلنا آآ صغيرين لسا عماد أديب كان نجم كبير كنا بنبصله بآآ بآآ وحتى هذه اللحظة بنبهر شديد عمر أديب كان نجيب لنا سنتفشات حلوة بالآآ بالآآ وآآ وآآآ وآآآ مثلاً ياسر رزق آآآ من أصدقاء جداً وكان كتير من الدفعة بيجتمعوا في شائطه في مدينة نصر عايشين فيها تقريباً اللي كان والده لأساس فاتح رزق الكاتب الكبير طبعاً في أخبار اليوم من كم منورني هنا ثلاثة من الدفعة يعني عمالقة الدفعة محمد علي خير وياسر رزق أنور الهواري أستاذ أمد أحماد الدين حسين طبعاً أنا قلت محمد علي خير جميل أسماعيل دفع واحدة دين عبد الفتاح مجموعة كبيرة أخير فأسامة بهناسي جمال غطاص كتير جدا كتير قلت لي حضرتك في مستهل الحديث يوسري فوضى أيضا لسه بتتواصل مع الأسادي يوسري كصديق تقريبا من تلاتين ستة مونا تتواصلش تلاتين فجهة النظر شوية بس أكيد الود يعني موجود الود موجود إزاي يعني الود بتاع الزكريات موادة داخلية يعني موادة داخلية عشنا مع بعض سنين طويلة وكان يوسري فوضى شاعر الدفعة كان بيكتب قصادة عاطفية كتير وتجرب حب وبتبوز وبتيجي وبتروح والكلام ده وكده لكن الاختلاف السياسي ممكن أبعد بيننا وبين بعض والاختلاف الجغرافيا